موسيقى النمسا تهزم هولندا ثلاثة اثنين متصدرة المجموعة الرابعة وزير الخارجية الصراع في غزة غير متكافئ وحماس لا تلتزم بالقوانين كنا يرفض مطالب الحزب الاشتراكي بمقاضة المجر وزراء منتدى سالسبورج يتوافقون على مكافحة الهجرة والإرهاب الوقود يسيطر على اقتصاد النمسا بسبب النمو الضعيف وارتفاعي البطالة وفينا تفرض عقوبات باهظة على تأجير الشققي عبر إيربامب مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم حقق المنتخب النمساوي إنجازا تاريخيا بتأهلي لثمن نهائي بطولة أمم أوروبا يورو 2024 عقب فوزه المثير على منتخب هولندا ثلاثة اثنين من جولة الثالثة من المجموعة الرابعة وتصدرت النمسا المجموعة برصيد ست نقاط متفوقة على فرنسا الثانية بخمس نقاط بينما تأهلت هولندا كثالثة المجموعة وفتحت تسجيل لصالح النمسا الهولندي دونيا المالين بالخطأ في مرماه في الدقيقة السادسة وعادل كودي خاكبو النتيجة لهولندا في الدقيقة السابعة والأربعين قبل أن يستجل رومانو شميد الهدف الثاني للنمسا في الدقيقة التاسعة والخمسين ثم عادلت هولندا النتيجة مجددا عبر منفيز ديباي في الدقيقة الخامسة والسبعين ولكن مارسل سابيتسا حسم الفوز لأنمسا بهدف ثالث في الدقيقة الثمانين وصف وزير الخارجية النمساوية ألكساندر شالنبرج الصراعة في غزة بأنه مواجهة غير متكافئة مؤكدا أن حركة حماس تتجاهل القواعد الإنسانية بينما إسرائيل تقاتل تحت قيود القانوني الدولي ودع شالنبرج إسرائيل لضمان حماية المدنيين مؤكدا أن حقها في الدفاع عن نفسها يجب أن يمارس في إطار القانون الدولي الإنساني وشدد شالنبرج على ضرورة أن تبقى غزة فلسطينية وتمكين السلطة الفلسطينية من استعادة دورها مع منع عودة حماسي للسلطة مؤكدا أن الحل الوحيد المقبول هو حل الدولتين منتقدا اعتراف بعض الدول الأوروبية بفلسطين بشكل أحادي معتبرا ذلك غير مفيد رفض وزير الداخلية النمساوية جرهة كارنا دعوة الحزب الاشتراكي رفع دعوة قضائية ضد المجر بسبب سياستها التقييدية في اللجوء وأكد كارنا أن الهجرة غير شرعية على الحدود النمساوية المجرية تم كبحها بشكل كبير وقال بعد تقليص الهجرة غير الشرعية إلى حدود قريبة من الصفر رفع دعوة ضد طرف أن تعاون معه بشكل جيد ليس منطقيا وأن الحزب الاشتراكي تأخر كثيرا في الأمر وأشار كارنا إلى انخفاض حالات العبور غير الشرعي من 16400 إلى 290 في النصف الأول من العامين الماضيين مؤكدا على ضرورة مواصلة العمل والتعاون الجيد مع الشرطة المجرية اجتمع وزراء الداخلية من 9 دول أوروبية في منتدى سالسبورغ لمناقشة التحديات الأمنية المشترقة بما في ذلك الهجرة غير شرعية والجليم المنظمة والتطرفي والإرهاب وأكد الوزراء على ضرورة تعزيز التعاون لمكافحة الهجرة غير شرعية وتنفيذ ميثاق اللجوء والهجرة للاتحاد الأوروبي مع التركيز على التصدي لشبكات التهريب وتبادل المعلومات لتنسيق الجهود وأعرب الوزراء عن قلقهم من تنامي التطرفي والإرهاب مؤكدين ضرورة تعزيز التسامح والاندماج الاجتماعي وشارك في الاجتماع وزراء الداخلية من النمسا، بلغاريا، سلوفاكيا، سلوفينيا، كرواتيا، بولاندا، رومانيا، التشيك والمجر توقعت معهد البحث الاقتصادية فيفو وإيها إس عدم تحقيق نمو اقتصادي يذكر في النمسا لعام 2024 حيث تشير التوقعات إلى رقود بنسبة 2 من 10% وتضخم 3% هذا العام وشهدت التوقعات الاقتصادية تراجعا مستمرا منذ مارس 2023 حيث كانت تشير إلى نمو بنسبة 1.6% وانخفضت إلى 4 من 10% في مارس وتعاني النمسا من ضعف اقتصادي منذ عامين بسبب مشاكل في القطاعين الصناعي والبناء وتوقع بيفو نموا اقتصاديا بنسبة 1.5% في عام 2025 بينما يرى إيها إس انتعاشا في النصف الثاني من 2024 ومن المتوقع أن تنخفض أسعار المستهلك بنسبة 3.3% هذا العام مع استمرار انخفاض التضخم بدأت فين بتطبيق قواعد جديدة لتأجير الشقق عبر منصات الحاجز مثل إيربامب بدءا من الاثنين مع تقديم عدد قليل من الطلبات حتى الآن وأعلنت شرطة البناء عن تجديد الرقابة حيث لا يجوز تأجير الشقق عبر إيمبامب ومنصات أخرى لأكثر من 90 يوما دون ترخيص بدءا من أوائل يوليو كما تم تقييد عدد الشقق التي يمكن تأجيرها في كل مبنى وأوضح جرهاد سيخ رئيس شرطة البناء أن تأجير الشقق لفترات قصيرة يتطلب موافقة جميع مالك الشقق في المبنى حيث يواجه المخالفون غرامات تصل إلى 50 ألف يورو إضافة إلى السجن كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق الفجرات على هواتفكم كنت معكم أنا بثاينة سلام أمسية سعيدة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر